تخفيف أعباء الديون على اليونان أمر لا مفرم حسب صندوق النقد الدولي حتى وإذا كانت الجهات المنحة الأوروبية لا تحب سماع ذلك وإلا فإن سداد فوائد الديون الطائلة سيخنق اليونان ولذا يقترح صندوق النقد الدولي خفض معدلات النمو بالنسبة إلى اليونان وتجميد نسبة الفوائد التي يتعين على اليونان سدادها عند واحد ونصف في المئة وتمديد استحقاق القروض لفترة تصل إلى ثلاثين عاما وقبل يومين فقط أقر البرلمان اليوناني قوانين جديدة تتضمن إجراءات تقشفية وزيادة الضرائب وهو شرط للحصول على مليارات أخرى من حزمة المساعدات وتأمل اليونان في أن يدفع المانحون نحو عشرة مليارات يورو لكن الأمر يتعلق الآن بوزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل ترجمة نانسي قنقر